قريبة ناس كتيراً بحكة بتتكلم على فكرة أصل مخرج المباراة هو اللي عمل اللقطة والده للفار يا جماعة يعني أرجوكم لما تقوله معلومة يا تتقال صح؟ يا ما حدش يتكلم في حاجة ومش فاهم فيها لعبة الفار تحديداً المخرج برا المشهد تماماً المخرج بيعرض إيه؟ اللقطة لقضامكم على الشاشة دي بعد الفار ما بيشتغل عليها والإبريتور بيديها للحكم بيشتغل عليها وبيطلحها بيديها للمخرج يستعرض على الشاشة يعني إعادة اللعبة على الشاشة أثناء مراجعة الفار المخرج برا المشهد المخرج قاعد بيتفرج زي زيك فيه أوبريتور قاعد جنبيه في عربية الفار بيدي للفار والإيه فار؟ اللقطات وهم بيبدأوا يشتغلوا على اللقطات ويعيدوا اللعبة مرة واثنين وثلاثة الحكم الملعب كل الصور اللي انتوا شايفينها دي ده شغل الفار مش المخرج المخرج برا المشهد يا جماعة المخرج إمتى بقى يظهر؟ لما يدي القرار الحكم فالفار يقول المخرج يتفضل هي دي اللقطة اللي استندت عليها هنا المخرج بقى بيقرد اللقطة اللي جايله من عربية الفار لا المخرج بيدي لقطة ولا المخرج هو اللي بيقطع ولا المخرج هو اللي بيصور كل الكاميرات دي كاميرات الفار وفيه إبريتور شغال والفار والإيه فار بيشتغلوا عليها وحالة فكرة كل الأسامي اللي تقالت مبارح على مخرجين المباراة ما كانوا شهم اللي بيخرجوا المباراة عشان تعرفوا ان في ناس غرضها دايما تعمل بلبلة للنادي الاهلي بلبلة الجامهيري النادي الاهلي وما احترامل اي رأي تحكيمي اللي تقالي مبارح ده في بعض الناس قالت ايه اصلي الكورة مش لمسة يد وفي لعيب مبارح طالعة ولا كان عندها فكرة عن الكورة والله تقولك ايه خطأ تحكيمي الاهلي تأهل بخطأ تحكيمي يا راجل العب بس الاول وريني تاريخك التحكيمي الاول او تاريخك القروي فاهم كورة ولا مش فاهم كورة انجازاتك ايه الاول قبل ما تتكلم على علعاب زي دي الالعاب اللي زي دي عايز حد لعب على مستوى دول كبير لعب مباراة افريقية على مستوى دول كبير مدرب اشتغل مع فرق كبيرة دي كلها معايير عشان نحكم ونسمع رأيك التحكيمي او لو خابر التحكيمي بارح هنسمعي اتجازة خابر التحكيمي كابتن جمال الغندور كابتن ناصر عباس هنا في قناة الاهلي كابتن محمد صلاح عبدالفتاح كل الناس اجمعت ان يدرب الجزاء عشرة العشرة لتاقم الفار في ظل ان التفاصيل دي الحكم الكيني مقدرش يتباح واحنا في الملعب والله شكين هي تسلل ولا ايه بالضبط لكن اللمس يتدي بهذا الشك شابوه لحكام الفار ودي النتيجة اللي قلتلكم عليها ليه ماريا ريفتن بيتشتغل بهذا الشك الايجابي حكام الفاينال بنسبة كبيرة هيكون فيه تاقم تحكيم عربي لان سياسة لجنة الحكام ما بيكون فرقتين من شمال افريقيا بيتم الاستعانة بحكم من شمال افريقيا لإدارة هذا اللقاء هل زهابا وقيابا ولا زهابا فقط او ايابا فقط دعني اعرفه في نهاية هذا الاسبوع لما يتم الاستقرار على تاقم تحكيم مباراة الفاين كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء نطلع نشوف بسرعة اخر اخبار الترند لانه عنده حاجات سريعة في ترند الاهلة عاستعرضها معاكم في الجزء الاخير من البرنامج